أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم اغفر زنوبنا واستر عيوبنا وثبت على الإيمان قلوبنا وشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واقضي حوائجنا أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد إذن لازلنا مع أمهات المؤمنين وضيفتنا اليوم في حلقة سابعة في الحلقة السابعة من هذه الحلقات من سلسلة أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات نستضيف بإذن الله تعالى أما سابعة لنا من أمهات المؤمنين ومن أزواج النبي الكريم رضوان الله عليهن أجمعين يتعلق الأمر بأمنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان هذه السيدة الفاضلة التي كانت البداية وكان ميلادها في السنة الخامسة والعشرين قبل الهجرة وفي السنة الثالثة عشر قبل البيعثة هذه السيدة الفاضلة ولدت في السنة الخامسة والعشرين قبل الهجرة وفي السنة الثالثة عشر وفي السنة الثالثة عشر قبل البيعثة نشأت نشأت بنات الأشراف من العرب على العزة والطرف والرفاهية والغنى والدها أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية ووالدتها صفية بنت أبي العاص بن أمية عمة عثمان بن عفان رضي الله عنه هذه السيدة الفاضلة جمعت بين رفعة النسب والحسب والغنى الوافر والجمال الباهر ولذلك كانت محط الأنظار من الخطاب فكانوا يتوافدون على شباب على بابها يعني حين شبت غير أنها كانت تتريس في القبول حتى يأتي من يكافئها وأبوها أبو سفيان صاحب المكانة المرموقة في قريش أيضا وافقها على هذا التريث حتى ياتي من هو كفء لها ثم تقود لها الأقدار عبيد الله بن جحش خاطبا لها وهو أيضا شاب يتمتع بالقسامة والوسامة ويتمتع بعلو الكعب والتضلع في علوم الديانة حيث كان ملازما لورقة بن نوفل يأخذ عنه وقد كان يعني له ميل أو كان يعني نصرانيا في بداية الأمر وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك تجعله يدخل الإسلام لكن سنرى كيف يكون هذا الدخول قبل أبو سفيان بهذا الخاطب الذي خطب ابنته حبيبة أو أم حبيبة رملة ووافق على هذا الزواج وأمنا حبيبة كانت على قسط وافر من العقل والفكر والعلم والمعرفة يعني كانت قارئة كاتبة كما كان زوجها أيضا يعني كانت هي وزوجها كان بينهما توافق من الناحية الفكرية من الناحية الثقافية فكان بينهما تكافؤ وتقارب وتفاهم ومحبة وود مضت الأيام على هذا والأمور في مكة عادي جدا ثم تظهر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيبادر زوجها نظرا لقرابته كما قلت من النبي صلى الله عليه وآله إذ هو ابن عمته فنزولا يعني إرضاء إن شئنا أن نقول العشيرة والأقارب دخل في الإسلام إلا أن الإسلام طبعا لم يتغلغل في قلبه كثيرا ثم أسلمت زوجته أيضا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ومن كان يظن ها وربك يخلق ما يشاء ويختار من كان يظن أن ابنة أبي سفيان ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وألد أعداء الدعوة الإسلامية الذي كان يتصدر جهالة قريش في صد والوقوف في الصد والوقوف أمام مد الدعوة الإسلامية وأمام النور وقد بقي على شركه إلى سنة الفتح إلى عام الفتح فتح مكة كل هذه السنوات الطوال تقف هذه السيدة الفاضلة يعني مخالفة عشرتها وأقاربها لماذا لأن الإيمان قد لامس شغاف قلبها وتحت ضغوط الإداية هاجرت هي الأخرى مع زوجها وابنتها حبيبة هاجروا مع المسلمين الأواء الذي نهد هاجروا إلى الحبشة وها هنا تأتي محنة أخرى ها هنا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فتمكس أياما قلائل مع زوجها في أمن وأمان لا تضهد في دين ولكن كما قلت تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وإذا بها تستيقظ في يوم على رؤيا رأتها فأفزعتها رأت زوجها الذي عرف بجمال وجهه وبصورته الجميلة إذا به طراه في صورة قبيحة مشوهة فاستيقظت من هذه الرؤيا فجاء زوجها وقال لها لقد اطلعت على الديانات فما رأيت مثلا صرانية وإني كنت قد تنصرت كنت على دين صرانية قبل ذلك ثم تابعت محمدا فأرى أن أرجع فقصت عليه الرؤيا وقالت له والله لقد رأيتك في رؤيا يعني ليس الخير لك أن تخرج عن دينك وأن ترتد عن دينك ولكنه لم يلتفت إلى رؤياها فتنصر ودعاها إلى النصرانية ولكنها وقفت وقوف الجبال في وجهه فانفصل فها هنا تصبح أمنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تجمع بين الغربة عن الأهل وبين الترمل يعني تذوق مرارة الترمل بعيدا عن الأهل بعيدا عن الوطن بعيدا عن الأقارب ولكنها تبقى صابرة محتسبة والله جل جلاله لا يتخلى عن عباده المؤمنين والمؤمنون دائما لهم من اليقين أو يرسل الله عز وجل لهم من اليقين ما يهون عليهم مصائب الدنيا والآخرة فإذا ببشرى تأتيها كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة والرؤية الصالحة في النوم تلك عاجل بشرى المؤمن فطرى أمنا رملة طرى في المنام كأن مناديا ينادي عليها يا أم المؤمنين فتقوم فرحة مستبشرة من نومها وتأول هذه الرؤية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتزوجها وستصبح أما للمؤمنين وفي السنة السادسة من الهجرة بعد صلح الحديبية وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يكاتب ملوك عصره فأرسل رسوله إلى النجاش وقد وصله الخبر بما فجعت به رملة بنت أبي سفيان فأرسل مع الرسول من بين ما أرسل أرسل أنه يذكرها يعني يخطبها له أرسل عمر بن أمي الدمر فاستقبله النجاش أحسن استقبال ورحب به وذكر له يعني فذكر له من أمر خطبة أمينا رملة بنت أبي سفيان فأرسل النجاش جارية له اسمها أبره فدخلت عليها استأذنت ودخلت على أمنا أم المؤمنين فأخبرتها فبشرتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم اخطبها وتحت هذه الفرحة العاربة أخذت ما عندها من سوار من الذهب وقد ذكرنا سابقا أنها كانت في بيتها يعني كانت في بيت ثري فما يوجد عندها من الذهب من السوار ومن الخواتم فأهدتها لهذه وأعطتها لهذه الجارية التي بشرتها بهذه البشرى الغالية على قلبها ثم ذهبت الجارية وجاء النجاش ودع المسلمين وجمعهم وطلب منها أن توكل أحدا يعني أن تأمر أحدا أن يعني يقوم متزويجها فوكلت خالد بن سعيد بن العاص وجمع النجاش المسلمين وتمت الخطبة يعني مراسم الخطبة فزوجها النجاش والذي يعني أنابته عنها ووكلته عنها كما قلت هو خالد بن سعيد بن العاص وأصدقها النجاش هو الذي أصدقها أربعمائة دينار فأخذ الدنانير يعني النجاش وأفرغها عند أمام خالد بن سعيد بن العاص فخطب كل من النجاش خطبة على عادة العرب في الزواج ثم يعني في هذه الخطبة طبعا أعلن النجاش إسلامه يعني ثم يعني أخذ تلك الدنانير وأعطاها لأمنا رملا فأمنا رملا ها هنا أرسلت إلى هذه الجارية مرة أخرى فقالت لها عندما جئتني وبشرتني بتلك البشرى فما كان عندي قد أهديته لك فتعالي أكرمك من جديد فإذا بهذه الجارية تجمع كل ما كان عندها كل ما أخذته من أمنا رملا وتضعه في كيس فترجع بها إليها فتقول لها لقد نهاني يعني الملك أن أفجعك بهذا بل أمر سائر أزواجه أن يعطينا لك يعني شيئا كثيرا من الطيب ومما تحتاجه يعني للمرأة فجهزها يعني النجاشي أحسن تجهيز والذي استوقفني كثيرا هذه الجارية قالت لها إذا دهبت إلى المدينة وإذا وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئي فأقرئيه السلام وفي السنة السابعة من الهجرة يعني تقريبا عام في السنة السابعة من الهجرة بعد فتح خيبر مباشرة تأتي سفينة تقل المهاجرين الذين كانوا في الحبشة ومعهم أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام فيستقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم هؤلاء المهاجرين أحسن استقبال بفرح عارم بل ترجم هذا الفرح إلى كلمات تندى تنحدر من فمه صلى الله عليه وسلم حيث قال لست أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر فمكثت أمنا أم المؤمنين في بيت النبوة دخلت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقيم أقيمت مراسيم يعني العرس من جديد والذي يعني قام بهذا هو عثمان بن عفان ابن خالها رضي الله عنه وأرضاه فمكثت أم المؤمنين عند النبي صلى الله عليه وسلم معززة مكرمة بل كان يعطف عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ليعوضها ما لاقته من الأحزان ومن القلاقل في حياتها مقابل صبرها وجهادها وثباتها ثباتها حين ثبتت على عقيدتها ودينها حين تنصر زوجها وكان يدعوها إلى إلى النصرانية وما عرف عنها أنها أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أمهات المؤمنين لأخريات حين قدمت عليهن وهي بنت الأربعين سنة ولها من الدين والمهابة والجلال والوقار ما يجعلها معززة مكرمة عند سائر أمهات المؤمنين وتبقى مكرمة عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي اللحظة التي نقضت فيها قريش الصلح الصلح الحديبية حيث أعانت قبيلة بكر على قبيلة خزاعة فقتلوهم يعني وأسروا منهم واعتدوا عليهم في الحرم فذهب عمر الخزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم استعديه على قريش فأحست قريش بالخطر فأرسلت أبا سفيان فذهب أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتذكر ابنته أم حبيبة وقد كان من قبل حين وصله الخبر خبر هذا الزواج حين طارت به يعني الركبان وصرت به الركبان إلى أبيها فقيل له إن ابنتك قد تزوجها محمد صلى الله عليه وسلم فقال معلقا على ذلك ذلك الفحل لا يقدع أنفه وهي كلمة يعني مثل تضربه العرب للرجل الكفء حينما يكون الرجل يعني كفءا للمرأة فيقولون هذا فهذا هو تعليق أبي سفيان على زواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني بابنته رملة إذن حين تذكر أبو سفيان ابنته فدخل إليها فبينما هو داخل إلى بيتها فها هنا أيضا تقف أم المؤمنين يعني موقفا شهما تبين فيه لأبيها يعني صلابة الدين وقوة الإيمان فأخذت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوته فقال لها يا بني أرغبت به عنه أم رغبت به عني يعني هل تأخذين هذا الفراش تريدين أن تهيئي لي فراش آخر وثيرا أم رغبت بهذا الفراش عني فقالت إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس فقال يا بني لقد أصابك بعضي شر كبير فقالت الله ما أصابني شر وإنما هداني الله إلى الإيمان فأما أنا لك يا أبي من أين لك أين أخطأت يعني هذا الإسلام فخرج غاضبا ذهبا إلى أبي بكر وعمر علّهما يتوسلاء النبي صلى الله عليه وسلم ويجدد الهدنة ويجدد الصلح ولكنهما رفضا فرجع يجر خيبته ثم ثم يأتي فتح مكة تأتي اللحظة التي كانت تحلم بها أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان حيث يلتأم الشمل ويجتمع وإذا بها تسمع منادي ينادي في بطحاء مكة ألا من دخل ألا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ألا من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومعنى ذلك أن أباها قد هداه الله إلى الإسلام فبقيت بعد ذلك يعني هذه المدة عاشتها يعني هذه هي اللحظة التي كانت تحلم بها أن يدخل أبوها وعشيرتها وعائلتها إلى الإسلام أدركتهم رحمة الإسلام وإن آذوا وإن ضحوا في سبيلها ما ضحوا ولكن رحمة الإسلام رحمة هذا الدين تدرك يعني الحمد لله على التوبة التي بقيت مفتوحة إذن مكثت أم المؤمنين هذه الأيام الحلوى ولكن دوام الحال من المحال فينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وتبقى ملازمة لبيتها طائعة قول ربها وقرن في بيوتكن لا تخرج إلا لحج أو عمرتين وبقيت حتى خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان وفي السنة الرابعة والأربعين من الهجرة تنام أم المؤمنين على فراش الموت وقبل ذلك ترسل إلى عائشة إلى أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترسل إليها وتقول لها يا عائشة لقد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فأراك أن تحلليني مما قد يكون فقالت لها لقد تحللت منه لقد سامحتك ويغفر الله لك ما قد يكون فقالت لها لقد سررتيني لقد سررتيني أسرك الله وبشرك الله ثم دعت إلى أم سلم أيضا وهكذا ثم يعني ماتت وانتقلت إلى الرفيق إلى الرفيق الأعلى ودفنت في البقيع رحمة الله عليها وعلى سائر أمهات المؤمنين أقول قولي هذا وأستغفر الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين